رمضان كريم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله أهلا بكم متابعي قناة الفلوجة الفضائية في حلقة أخيرة من برنامج صحة وغذاء يعود الصائمون إلى نظامهم الغذاء اليومي مع حلول عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر الصيام ما يحتاج إلى مرحلة انتقالية تساعد الجهاز الهضمي على العودة الآمنة والسليمة دون عسر في الهضم خلال أيام العيد في المجتمعات الشرقية يشهد أول أيام العيد زيادة في أنواع الطعام المقدم في العزائم والولائم إلى جانب الكعك والبسكويت وخاصة نحن العراقيين ما شاء الله اللحوم والعزائم والكليتشة اللي ماكو بيت ما يسوي كليتشة بأصنافها طبعا أم التمر والحلقوم والمكسرات وباقي صنوف الحلوة وجميعها غني بالدهون والسكريات والسعرات الحرارية المرتفعة تعد هذه الأصناف عادة ما تصيب المسلمين في العيد بالاضطرابات الجهاز الهضمي بسبب التغيير المفاجئ في مواعيد ونوعية الطعام المتناول مما يؤدي إلى تلبك معوي وعسر هضم وانتفاخ بالمعدة تصل أحيانا إلى حالات تسمم غذائي يعد الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والكلة والسمنة أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية بسبب الإفراض في تناول الطعام حيث يتسبب بالضغط على أعضاء وأجهزة الجسم خاصة جهاز الهضمي من خلال إجبارها على العمل بطاقتها القسوة كما يتسبب الإفراض في تناول الطعام في تراكم السموم في الجسم وقد يتسبب في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وعدد من المضاعفات الأخرى وتكون المعدة بحاجة إلى طعام صحي تساعد على الهضم وأخرى تتجنبها حتى لا تؤدي إلى المزيد من الارتباك للمعدة نصائح للعودة إلى نظام غذاء صحي وتجنب الأطعم الضارة بعد شهر رمضان المبارك كل ذلك في هذه الحلقة تابعونا أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين رحب بخصائي التغذية الصحية لأستاذة جين دعلي أهلا وسهلا أستاذة بنهاية شهر رمضان ونحن بالأيام الأخيرة وراح يصير العيد وماكوا بعد صيام تقريبا ونرجعنا أكل كل الوجبات وبين الوجبات هماتين ماكوا بعد ضوابط بالبداية هل هناك ممكن تصير تغيرات بالشهية للأكل لأنه تغير الوقت تغير الأكل تفضل طبعا سيصير تغيرات مثل ما قلنا لماذا؟ لأنه أنت هنا مثل ما حضرتك إلى الدكتور الضوابط راحت فحتت ترجع مثل بيقولوا عادة ريمال عادة القديمة بالضبط يعني الوزن اللي خسرته برمضان احتمال تزوده خلينا نقول بعد رمضان ولكن حابة أقول لكل المشاهدين أنه كثير احتمالي زيادة وزن تكون عالية ولكن هذا يعني لا يخافوا يعني مثلا أنت صليك خلينا نقول الشهر على الصيام 16 ساعة 17 ساعة خلينا نجي نقول صح؟ بعد ما بتكسر هذا الصيام احتمالي يكون زيادة وزن خاصة ثلاثة أيام العيد ولكن إذا هالحالة استمرت على طول الأكل زايت سيصر عندك زيادة وزن حقيقية لأنه عندنا زيادة وزن وهمية تيجي مثلا احتباسات سوائل بعد التغيير نمط الحياة ويصير مثلا بيرتفع خمسة كيلو فرق أسبوع أسبوعين بنزلوها الخمسة كيلو بسرعة ماشي ولكن الاستمرار بحوله على الدمون وبترجع للصفر خلينا نجي نقول طيب هذه المرحلة الانتقالية اللي ممكن تسوي لنا مشاكل يعني خلال الأيام العيد وشنين المشاكل اللي سويننا ياها ومثل شنين؟ مثل ما حضرتك تفضلها دكتور مشاكل بالجهاز الهضمي خربطة بالمعدة المساك واسهال حسب الحالة وقلام بالمعدة وممعدة وعدم الراحة بالنوم وهذه الأشياء اللي بزين أول أيام العيد يقولون يعني هي سنة أعتقد أنه نبدأ صباحي تلعيد بتمرات يعني هذا عادي إذا تمرات هينة إن شاء الله أحسن من غيره إذا تمرات حال نحن يعني هو يبدي بتمرات بس أنه الريوغ لازم يكون قيشة وقيمة ودسم صحيح التمر بيجي سكر خلينا نقول أنه بيمتصت جسم بسرعة وفيه ألياف يعني بنظم لك الانسولين معنى مشكلة بهذا الشيء ولكن عدم الأكثر نرجع نقول أنه التوازن حلو طيب بالعيد العراقيين مشهورين بالكليجة يعني معجنات وتقريبا كل الدول العربية أعتقد في مصر أكو كعك العيد وأكو بسوريا أكيد فد بسكويت أو نوع من المعجنات بتفورات بالضبط يعني هل هي ضارة وشنو تنصحيهم بهذا النوع الله؟ بعد كل شهر رمضان أكيد محن نقولون لا تأكلوا بس إذا أكلتوا حاولوا تقللوا الضرر يعني كيف عندك خلينا نقول كعك بتفورة أو أي شيء محشي بالتمر وفي عندك السادة تتوجه للسادة أحسن من المحشي المكسرات كمان نفس الشيء تتوجه للسادة بيكون أحسن تقليل خسائر ومثلا أنت هنا عم تروح تعايد على كذا بيت ليس بيت واحد يعني كل مرة عم يتقدم لك صحاحا ولاسي من ضغوب كل شيء بالضبط فحاول أنه عند كل حدا تأخذ لك قطعة وحدة أو مثلا إذا أنت اليوم حسيت أنك كثرت وما بدك تخجل صاحب البيت أو البيت اللي أنت فيه حطهم بالشنطة ممتاز يعني هالحالقة شيلو حطهم بالشنطة إذا نحن نميل للسادة الكليتش السادة وأيضا حاول كل ما تروح الناس يعني إلى الزود تخفيف العواقق تباعد الأوقات بيناتهم حاول وحاول تروح وأنت شبعان إذا أنت تجعان ورايح على كليتش وتشبع بطنك فيها لأنت هنا كثير طيارت السعرات صحيح ممتاز طيب، إحنا أول أيام العيد حقيقة لازم أكو عزايم لازم أكو طبخ ونفخ ويعني لحوم وأنواع هنا شنو الوضع؟ ممكن نسويها مثلا بس وجبة الغداء؟ هلأ فينا نبدأ بصيام متقطع مثلا أنت اليوم خربطت كثير عملت الصيام 16 ساعة ولكن هذا لا يعني أنه كل يوم تخربط وتعمل صيام 16 ساعة لأنه لا تستفد مثل ما قالنا السعرات دخلت على الجسم والسعرات لصرفت الجسم ممتاز لا نمنع شيء ولكن نقلل الشغلات وإذا خربطتنا كثيرا نعمل صيام 16 ساعة تقليل خسائر يعني إذا كان غداك ثقيل وريوقك ثقيل خلاص بلا العشاء بلا العشاء وصم منتقطع طيب، نقدر نعتبر أيام العيد هي كسر للدايت اللي سوينا خلال أيام رمضان نعتبره بس أنت حسوب ثلاثة أيام ثلاثة أيام ونحن نجي من قول دعونا نقول الوجبة تلفري وجبة واحدة وليس اليوم كامل فعلى شوش ما يقوم؟ ما يقوم؟ لا ترفع كثيرا سعرات ولا ترفع كثيرا وما يقومون بأكل اليوم اليوم كامل بس بدي روح أكل كليتشا ما كليتشا أوكي، فيك تعمل هذا الشيء بس أنت عم تعمل خربطة بالجسم إشجياء السكر سيزداد عندك بعد فترة أنه يخلص رمضان يخلص العيد الأعادة يخلص العيد طيب، إذا أريد نستمر بدايت شنو ممكن نسوي؟ تستمر عادي بس يوم 16 إذا كنت تعملو وإذا النساء لا يفضل كل يوم يعملوا 16 إذا استمر طبيعي دعونا نقول نظام متوازن فيه كل الفيتامينات كل المعدن كل الأملاح وعدم الإكثار من كل شيء وضم الإحتياج اليومي طيب، إذا أريد نسد الجوع خلال عيام العيد أكو أطعمة ممكن ما تظهر بالصحة؟ هناك شابعة حالنا بالخضروات أقل سعرات حرارية فينا الجنول وإذا طبخة سادة يعني طبخ سادة وخضروات أو إذا قبل أن تذهب إلى محل وتعرف أن أنت منك معزوم على وجه بيت غدا أو مثلا، دعونا نقول كل في البيت شبع حالك لكي لا تستطيع أن تأكل كثيرا ولكن إذا أنت تذهب إلى المعدة فاضية أكيد ستأكل ما موجود هما هناك أنت مو بالبيت فاللي موجود قدامك ستأكل ستأكله بالضبط أكيد أشياء لا يجب أن نكثر منها بالعيد؟ السكريات والعصير الطبيعي والعصير الطبيعي يعني لا يجب أن تأكل كثيرا يعني مثلا إذا ملعقة واحدة في اليوم بالعكس ما مرة تضعوا بالشاي أو الحليب بدال السكر؟ مثلا ملعقة صغيرة ملعقتين عادي ولكن إذا يحدث أكثر يوجد سعرات بالنهاية هو سكر سكر طبيعي طيب، هناك حقيقة عادات ممكن أن نفعلها بالعيد وغير العيد عادات مادرة هي صحيحة أو لا أولها الشاي بعد الأكل مباشرة الشاي بعد الأكل مباشرة تقريبا أن هذه قانون تأوز أنا على أساس بيهضم الأكل ومدري شوية سيمنع امتصاص المعادن أو الحديد من الأكل بشكل كالكفاءة تبعت امتصاصية الحديد بثقل فلا يفضل على الأقل بعده ساعة ساعتين عن الوجبة وليس شرط يكون كثير شاي تقيل على قد مكان خفيف أكثر على قد مكان أحسن أكثر ممتاز يعني أنه وراء الوجبة ليس ممنوع وإنما الأفضل أنهم لا تشربوا يعني يتأخر بيكون أحسن المتصاصية كل ما يتأخر أفضل وما يتأخر أفضل وما بيه مضرة كزيادة وزن أي لا إذا كان فيه سكر بدون سكر ما عندنا مشكلة بدون سكر ما عندكم مشكلة طيب الكثار من الفواكه خاصة بالليل يعني أنه أنا ما متعشي بس جوعان فأكل فواكه هذا شيء صحيح مثلا أنت عندك كم حمد فواكه الشخصي أكل يعني ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة يعني لو نحسبه بستين سعرة سيطلع ميتين وكسور سعرة ميتين واربعين سعرة فأنت ميتين واربعين سعرة بس أنت عم تأخذ كمية سكر كبيرة كمان فلا يفضل لا يفضل كثار خاصة بالليل حبة واحدة إذا كان الشخص وزنه كثير عالي فلنحول على حبتين بالليل حبتين بالليل طيب يعني بس سؤال بالصيام المتقطع بما أننا جئنا برمضان واللي يريد يستمر بصيام متقطع خلال الفترة اللي يصوم بيها ممنوع علي الأكل والشرب كل شيء ممنوع علي الأكل ممنوع علي المحليات الصناعية ولكن الشاي شاي أخضر قهوة سادة هؤلاء معنا مشكلة معنا معجب طيب كلمة أخيرة للمشاهدين وللبرنامج مو بس للحلقة يعني بالنسبة للطعام الصحي والنظام الصحي وأخيرة تفضلي يفضل التوازن بالنظام سواء السيام متقطع أي برنامج هو عم بيعملو عدم المنع والتوازن وفي مقولة بتقول كل اللي كي تعيش لا تعيش اللي كي تأكل توازن بيعمل لك وإن شاء الله الله يتقبل صيام الجميع وقيام الجميع وكثير مشكورين على الاستضافة شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتورة جيندا علي على كل هذه المعلومات خلال كل أيام رمضان وإن شاء الله لنا لقاءات وفي برامج أخرى الشكر لكم أحبتي متابعين على كرم الاستماع والإصغاء نتمنى تهتمون بصحتكم وإحنا حاضرين لأي استشارة غذائية فقط راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك اسأل طبيبك كما وأشكر جميع كادر البرنامج اللي تعبتهم آني حيل من المخرج للمعد للمصور للمهندس صوت مهندس المونتاج مهندسين تقنيين شكرا جزيلا لكم وداعا رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر زلاتنا وامحو خطايانا واشملنا برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين أتمنى لكم عيدا مليئا بالبهجة ومغمورا بالمسرات كل عام وأنتم بخير إلى أن نلتقيكم في برامج جديدة بعد رمضان تقبلوا تحياتي أنا أحمد العاني مع السلامة